أهلا بكم النهاردة يوم مهم جداً مع قيمة علمية كبيرة في عالم جراحة السمنة خلينا أبدأ لكم بقصة مشهورة جداً وأكيد سمعتوا عنها في سوشيال ميديا قصة لبنت اسمها إيمي جوردن إيمي جوردن دي يد وسنها كانت بتخليها تعاني طبعاً معاناة عادية وفي يوم من الأيام يا طبعاً مش يعني دي سمنة مفرطة على فكرة دي اللي نشوفينا دي سمنة مفرطة في يوم من الأيام إيمي جوردن حضرت الستاند كوميدي للعروض الكوميديية الموجودة دي موجودة بره كتير قوي ودي مصرح يعني زي مصرحية كده واحد بيطلع يتكلم وبدأت العرض الكوميدي وبدأ يطرح الكوميديان بعض النكات وجات النكت بتاعته على الأشخاص البدينين وطبعاً شافها في وسط العرض فبدأ يركز النكت عليها هي وبدأ يقول بصوا واحدة من اللي احنا نتكلم عليها قاعدة معانا هي اهي وبدأ طبعاً الإضاءة راح تجاه منورة عليها تعارفين الإضاءات بتطبع في المسرح متحركة لما بيجي بقى الكلام على واحدة يروحوا منورين عليها كان اليوم بالنسبة لها كما هي وصفته كان يوم سيء جداً جداً باللغة المصرية اتعامل عليها حفلة حفلوا عليها حفلوا عليها دي تعبير اللي هو ايه كل اللي لا بقت هي كوميديا بيتمخزروا بيها يعني زي ما بيقولي وطبعاً بدأت تعاني فقررت انها تنقص وزنها وبدأت تعمل حاجات كتيرة جداً لغاية طبعاً منها جراحات سمنة وهو الاخير لغاية لما بقت بالشكل اللي نشاهد فرق مهول بين الاتنين وقالت انها بتقيش اجمل لحظات حياتها الان وعمرها ما عاشت هذه الحصات منذ ان كان عمرها 12 سنة عاشت من وهي 12 سنة كابوس مزعج اسمه السمنة المفرد تعالوا النهاردة نقرب من قصص زي قصص بس جوه مصر الناس كتير بتعاني لانها ممكن الناس كتير تبقى هي للأسف تنمر يحصل بيها تبقى هي زي ما بيقولوا القعد عليه تبقى نصيبه سوء وانا بقى احذر اي حد يتنمر بصديقه اوعى ابنك يتنمر بصحبه اوعى ابنك يتري على صحبه اوعى ابنك يكون بده التنمر لازم تصرف على طول تعالوا نقرب من المواضيع النهاردة زي ما قلت لكم النهاردة لقاء مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم جرحات السمنة بيسعدني وجوده دايماً معنا وبيبدع بشرحه العلمي وتفسيره العلمي مش بس في جرحات السمنة في توضيح كل ما اتعلق عن السمنة من وقاء علمية ومن تخريف للأسف موجودة في السوق المصرعي ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جرحات السمنة والمناظر الأستاذ بكلية طبق جامعة إن شمس والمدير لوحدة جرحات السمنة ممستاذ شعود النيل وزميل كلية الجرحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجرحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جرحات السمنة إس أرسيدغي في العزيز واحد من ميجا السرزاز العالم في الوطن العربي أهلا بيجا دكتور كريم أهلا وسهلا أهلا وسهلا قبل مبدأ النهاردة وحلقتنا عن نباسات التنمر أكيد بيجي لك العجال بتاع السمنة يكلمك عن التنمر في حياته تحياتي لحضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحقيقة طبعا التنمر من الحاجات اللي هي يمكن من المشاكل المشهورة الاجتماعية اللي يمكن واضحة قوي في سن المدارس سن الجامعات ما قبل الزواج يمكن البنات معظمهم مش بيحب يروح الجامعة بعد يعني السنوية بحيث أنه عايز يخس الأول أو تخس الأول وعي كده عشان تقدر تواجه المجتمع تقدر تلبس تتحرك طبعا دي أزمة نفسية كبيرة جدا إحنا يمكن كمان إحنا بنشوف ده بصورة قليلة شوية دلوقتي في بعض ما بين الأهل يعني كان زمان الأهل نفسهم هما بيجليدوا الطفل نفسهم يعني دلوقتي يمكن منلاقي الأسر هما عندهم هم الطفل شايلينه وعايزين يخس وعايزينه يتخلص من المشاكل المصاحبة السمنة المفرطة وحاسين أنه هما هما نفسهم اللي مرضى مش الطفل اللي هو المصاب بالسمنة المفرطة لأن الحقيقة ما بيقودش حقه في المجتمع الطفل بيقى زاكي جدا وجميل جدا وتلاقيه طبعا مش هواخد مكانته وما بين صحابه في المدرسة لأنه حاس أنه أقل منهم وحاس أنه هو يعني أقل درجة من الطبيعي يعني وده طبعا إحنا يعني بننصح طبعا كل المدرسين والمدرسات طبعا هما على دراية عالية وثقافة عالية جدا أكيد هما مش بعملوا كده لكن احنا بنشدوا على إيديهم شوية في سبيل أنهما يمنعوا الأطفال أنهما يجلدوا زميلهم بألفاظ يعني مش صح أن احنا نقولها لهم أو تهزم نفسيتهم أو تحطوهم في وضع غير مش صح يعني لازم يعاقب المتنمر بشكل واضح وإدارة المدرس المفروض تحفظ على هذا جدا لأن الجامعة طبعا يبقى الوضع سخافة بزيد أكتر شوية فبالتالي بتديمي ما بتبعيش موجودة قوي لكن المدارس في السن الصغير أعتقد أن هما من إدارة المدارس نفسها أنا يعني أنا شايف أن هما لازم تكون الإدارة نفسها حتى نفسها في مكان الطفل حتى نفسها ما ينفعش أن احنا نتنمر على طفل خالص لأنه بيهزمه نفسيا ويهزمه حتى في تحصيله الدراسي الدراسي البنات اللي هما المقبلين على الزواج عايزة تلبس وتأخذ حقها المزبوط في إنقاص الوزن زي السيدة اللي ممكن حدك وصفتها أنه التعامل عليها الحفلة الكبيرة وإحنا عايزين نقول أن معظم الأطفال المصابين بيستمنى المفرطة هم أصلا واخدين الحاجات دي وراسية يعني بشكل ما هو طفل من هو صغير هو كلبوس كده كبير هو جسمه بيدفعه لأكل الحاجات اللي فيها سعرات عالية فهو جزء منه وراسي كبير جدا هو مش زنبه وإحنا مش لازم نجلد الأطفال أو نجلد البنايات الصغيرين أو الأطفال أو حتى السن ما قابل الزواج هو ده واحد أصلا طول عمره مليان الأسرة فيها حد مليان الأب الأم يعني الأسرة فلا يجب إحنا عايزين نسعيدهم إنهم ما نزلوا إذنهم لكن مش العكس إن احنا هزمهم نفسيا الدباسات كلمة مهمة قاوة دلوقتي في أي حوار حول جراحة السمنة يعني لما ييجي خلاص الأهل قرروا إنهم يعملوا جراحة السمنة هتلاقي الحوار الدباسة نوحة إيه الدباسة إحنا عايزين بقى أفضل حاجة طب إحنا عايزين الدباسة لأكثر سكاءا للاحدث إحنا نوفر عليكم ده إحنا بدلكم يعني أنا بس يعني تسهيلا للوضع إحنا يعني تسهيلا إحنا إحنا بناخد الدور ده بمكانكم أنا عسينكم تكونوا متطمينين إن يعني طبعا في مراحز على فكرة في مصر في جامعات المصرية فيها يعني تطور رهيب ما بين الأساتذة والزملاء كلهم يعني أمانة عالية جدا إنهم يقدمونكم النصاحة الطبية والجانب التقن ده سيبوه علينا إحنا هنقوم به إن شاء الله على وجه كويس لكن إحنا بس كلمة دباسة لا تعني عملية تدبيس عشان بس الخلط ما بين التدبيس يعني إنت هتعمل لعملية تدبيس كان فيها عملية صعبة شوية يعني بتؤدي إلى مشاكل كتيرة اسمها عملية تدبيس المعدة هي مختلطة طبعا دي عملية قديمة مختلطة ما بينها وبين الدباسة الدباسة هي آلة أو حاجة طبية إحنا بنستخدمها لعمل كل أنواع جراحات السمن ويمكن جراحات القولون والمعدة وكل الحاجات كلها يمكن دي حاجة يعني ده مثال الأحمر ده ده دبوس يعني ده دبوس اللي هو طوله 6 سنطي ده هو ده اللي بيحكم غلق النسيج يقوم يقص النسيج ويدبسه يمين وشمال زي دباسة الورقة بزبط مع الفارق طبعا أطف بيه لكن هي نفس الفكرة أنه دبوس بيحكم الغلق على وده مادة اسمها تتانية لا تتفاعل مع الأنسيجة تماما ومتكملش مشاكل خالص مع المعدة وطبعا بيبقى فيه ثلاث صفوف يمين وثلاث صفوف شمال ومنها أنواع كتيرة طبعا من الأنواع اللي هي المتعرفة عليها التقليدية اللي جاسي وفيه أنواع زي الدبسات الباورد اللي انت بتدوس على زرار تقوم هي تدبس وترجع بدلا ما تدبس لإيديك تقوم ترجع وفيه دبسات طبعا اللي هي السيجنية أو دبسة الزكية أو دبسة الإلكترونية أو دبسة اللي هي بتشتغل به يعني شاشة كمبيوتر كده تقولك يعني دي دبسة السيجنية دي من إنتاج مترونيك يعني من الدبسات الأراقي جد بس طبعا سعرها غالي وبس بتؤدي يعني حاجة طبية فائقة يعني طبعا بتديك صورة يعني سمك الناسيج بترجمه وتقولك الغير ده مناسب لسمك الناسيج ولا لا أو اختيار نوع الدبوس نفسه هل ده مناسب ولا مش مناسب دي حاجة جميلة خلص يعني طبعا مش عايزة تكلم على حاجة على الوريانتيشن بتاعها أو الفلكسابيلة بتاعتها أنها تلث وتروح يمين وشمال المرونة طبعا المرونة بتاعتها فبتفيد في العمالات الصعبة زي عمالات الإعادة فتقنيات حديثة جدا احنا يعني في عهد طبعا بالوقتي التكنولوجي الحديث يعني الزداء ده الفلكسابيلة اللي هي مين وشمال ده اللي الظاهر ده مهم جدا في عمليات اللي استهمنا لأنه طبعا يعني فيه الأوزان اللي هي الضخمة الكبيرة محتاجة دباسة تساعدك مش دباسة تعوخك يعني يعني عحيانا سمك نسيج المعدة تخيم بزيادة وانت تدد دبوس لونه مختلف او الفوت لينس بتاعه او الهايت بتاعه اصغر من الطبيعة وتلاقيك عمالة كراشنج للنسيج او طحنت النسيج نفسه وبالتالي العين بعد شوية تلاقيه مصرب او بينزف او حاجة وده طبعا ده حاجة غير مقبولة تماما الجرح المحترف طبعا ممكن اشتمل بأقل نوع الدباسات طبعا هو تعبير الدباسة الزكية هو تعبير هو تعبير مصري بس هي تعبير ده بس كمبيوتر سمارت يعني فيها يعني زي كمبيوتر صغير او يعني شاشة كده بتديك شوية ديتا من اللي حاصل جوها ده النسيج يعني او تفاعل الدباسة مع النسيج فهي الدباسة السجنية او الدباسة الالكترونية يعني هي بتساعد شوية على ان انت تقرأ سمك النسيج عن الطبيعة الجرح المحترف هو مش محتاج الدباسة على فكرة السمارت او الحاجة هو ممكنش تعمل باي حاجة وممكن يعرف انه هو سمك النسيج ده بيحسهم من الخبرة بيعنيه بشكل او ملمس النسيج مع الجراسبر هو مش محتاج ده باسة ايه سمك النسيج يعني لا يعني هو طبعا لكن دي كلها تقنيات بتؤدي الى انجاح العملية بصورة اعلى وصورة فعالة التدبيس الدباسة لا تعني التدبيس عملية التدبيس خلاص عملية تلغت بقت اوبسليت ما بقتش تستخدم من 2007 خلاص بقت ما حدش تستخدمها وبالتالي لان هي طبعا عملية بالفتح الجراحي بيتم التدبيس المعدة بدباسات بدائية تؤدي الى الترجيع المستمر والناس اللي هم عملوا عمليات التدبيس المعدة هم في وقت معين هم محتاجين لعملية ارجاع او محتاجين الى عملية تانية نحول بها تدبيس المعدة الى عملية اخرى زي تحويل المسار فهي عملية كلها مشاكل ما حدش يعملها العملية المنصوح بيها هي فقط تكميم المعدة هي فقط تحويل مصار المعدة يبقى ايزا التكميم والتحويل والتحويل مش كله متاح طبعا في تحويل مصار معدة الكلاسيكي تحويل مصار المعدة المصغر تحويل مصار الاسنى عشر تحويل مصار مع اللي هو التكميم مع التحويل الاساسي لسه عليه يعني هو under investigation أو لسه تحت الفحص أو لسه لم يقر حتى الآن في الأوساط العلمية فالعيان اللي بيعمل عملها اسمها الساسي أو سناء التأسيم أو كما يقال عنها في مصر يعني دي تبدو حاجة تجربية احنا لسه بنعملها تحت الفحص يعني هي يعني مش هتضر لكن احنا لسه نفعها على المدى البعيد ومش عارفين نقيس قدي من الأكل على عدد خلال المصار الطبيعي وقدي من الأكل على عدد خلال الوصلة وبالتالي ما لا يمكن قياسه لا يمكن نحن نقره في الأوساط العلمية أو نخلل العنية يعمله دون يعني مرجعية علمية هل تختلف الدباسة من العملية العملية من تحويل المصار من مدى أو الدباسة تستطيع عمل كل العملية المعترفة بها طبعا أنا أقول لحضرتك أنه عملية تحويل المصار أنت طول الوقت عايز تعمل في تحويل المصار معدى المصور عايز تعمل long nor vouch معدى طويلة صغيرة لو ما تستخدمش دباسة متطورة أنت مش هتعرف يعني الوركينج بورت اللي هو الشمال ده لما بتدخل تدبس به لو دباسة مفعاش مش هتعرف تدخل يمين وشمال أنت هتدخل عمودي كده وبالتالي البووش أو طول المعدة هيبقى صغير يعني هتلاقي بقى فيه نسبة ارتجاع في المريء غير عادية لأن أنت متشقادة تطور البووش الدباسة الفلكس المتطورة يعني الفلكس دي وصف الانجليشن أو الحركة عندها مرونة في الحركة مرونة الحركة بتاعت الدباسة طبعا كلما تطورت دباسة تستخدم دباسة اللي هي المتطورة بتديك يعني مساحة أن أنت تتحرك بها لتحت تطلع بها لفوق يعني دي حاجة يمكن فنية بسيطة طبعا الدباسة تطور فيها مهم جدا سمك النسيج يستدعي أن أنت تستخدم ألوان معينة أو سمك معين من الغيرات وأنواع الدبوس نفسه محتاج يبقى يعني عمليات الإعادة محتاجة دباسات رايستابلر محتاجة دباسات لونها أسود دابيس لونها أسود أو أخضر مش كل الحاجة تنفع في كل العينين يعني عملية الإعادة الألوان دي لها معنى بالنسبة لك كل الأسود ده أكتر واحد سمكه عالي الأبيض ده سمكه أولاي الخالص يعني بداية التدبيس يقام بأسود أو أخضر لأن نهاية المعدة هي أكتر جزء المعدة سميك وبالتالي لازم تأخذ الألوان المناسبة لو استخدمت دبوس صغير على سمك أكبر أنت بتعمله كراشنج زي ما يكون عندك كتاب وبالدبس بدباسة دبوسة صغير أنا عايزة أفهمها الكراشنج ما أنا فاهم هو معناها السحق السحق أنا لو عندي مجموعة ورق وخدت دبوس صغير مجموعة ورق كبير وخدت دبوس بتاع ورق بازنقه بازنقه إزاي نقا دي بتعمل إيه بقى ما أنت بتكراش أو بتفرم بتقرط عليه بتقرط الفرم النسيج ده معناها تسريب على طول ليه لإن أنت طحنت النسيج لم يعد يعني أنت زي ما تكون دمرت النسيج لما أنت بتدبس دبوس الهيط بتاعه متناسب مع سمك النسيج أنت كده يعني هو كله قد بعضه يعني غلق النسيج بالمسافة المناسبة يمنع التسريب ويمنع النزيف طيب أنا دلوقتي لو دبست بدبوس الهيط بتاعه أعلى وسمك النسيج قليل هتلاقي دبوس إيه مش ماسك كويس الشعرات الدموية والشعرين والأوردة لم يحكم الغلق عليها لأن الدبوس أعلى من سمك فاختيار نوع يعني الدبوس ده مهم جدا طيب إحنا دلوقتي لو ابتدأت في أول المعدة بالدبوس المناسب اللي هو الأسود أو الأخضر وبعد كده تاخد جولد في بعض الدباسات اللي هي زي جونسون أو تاخد الأزرق في كوفيدين على حسب يعني النوع المتوفر أنواع الدبسات اللي هي الأمريكية المشهورة يعني أنت دبست وطلعت على نهاية المعدة أحيانا بيبقى قبة المعدة فيها جزء من الدهون طيب الدهون دي يا إما ده جزء تقني بحت أنا مش عايز دخل عين فيه ولكن يمكن نصيحة تفيد بعض الناس يعني الجراحين إن سمك النسيج فوق المعدة هو يخيل له إن ده نسيج هيحكم الغلق عليه بغيار أزرق أنا هو عليه أصلا طبق الدهون طبق الدهون البايد وفات اللي هي بتبقى على نهاية قبة المعدة من فوق أنصحه إن أنت لو لازم تسلك طبقة الدهون عشان الدبوس الأزرق يقدر يدبس لأن الدبوس الأزرق لو دبس على طبق الدهون ومعدة طبقتين هتلاقيه طبعا هي بقى أصغر ويعمل كراشنج ونسبة تسريب عالية جدا أو إن إحنا نتفادى ده سيب طبقة الدهون زي ما هي ودبس بتبوس الهايد بتاعه أعلى شوية أحيانا بيكون أسود أو أحيانا يكون أخضر في معظم الناس لو حدو أزنه فوق المئتين كيلو وتلاقي المعدة سميكة والدهون البادو فات سميك جامد ممكن أحيانا بتحتاج للدبوس لونه أسود طيب أنا بقى لو هو أو يعني ما عندوش الخبرة الكافية أو ما عندوش عنده للحيطة دي أو ما عندوش الخبرة الكافية هو أقول لك أنا هو دبوس بيدبس على الفندس لونه أزرق كراشنج يعني أن العين سرب بعد العملية وابتدى تحانت النسيق تحانت النسيق ما بقاش في حيوية بدأ يفاوت مش هيلقم مش هيلتقم ما فيش دم ما فيش دم خاله هو انطحن وانسأل بعد كده هو احنا العين سرب ليه وابقى الجانب هو تقني بحت ففيه حاجات فنية طبعا لاستخدام الدبسات محتاجة حرفية عالية جدا محتاجة ودي حاجة ما تتدرس ولا حاجة تتقرى ولا حاجة يعني هي ده سنس ما هو ما بجيش يعني لازم تبقى يعني عملت عملت فول عشر طلاف حال عملت تقسم طبعا طالعا دبسات بقى السمارت اللي هي دي بس احنا مكلفة يعني هي الفكرة احنا بنعملها يعني طبعا احنا دي بنوفرها كسيربس لكن احنا مش لازم نعمل عينين لان تكلفات عالية جدا اكتر من ضعف تامن الدبس العادية عشان ترديك بس سمك النسيج ده طبعا دي لها يعني تكلفة هي سعر تكنولوجي جدا مش سعر مش احنا اللي مزودين هو سعر تكنولوجي هو ده مصدرهم من الشرك لكنها دبس طبعا متطهورة جدا يعني اتمنى انا استخدمها ان الناس كون عندها القدرة انا تستخدم الدباسة دي يتبع حاجة كويسة جدا هي طبعا تتوقف على المريض اشوف الفلكسابلتي اللي احنا شفوها متعايم علي جدا اه الصوفت وير داعها هو شل تستخدم ما هي الدباسة اللي لا تستخدم لها شل كامل بيتفتح مرة يتحط على الدباسة هي قراته خلصت الحالة ما ينفعش تصدق تاني خلص لا يستخدم الا مرة واحدة مرة واحدة هي اساسا الصوفت وير بتاعها مصمم بالطريقة دي شوفوا الفلكسابلتي شوفوا المورونة بق هو بيوريك بيوريك زي بتروح يمين وتروح شوف بصة زاوية الانجيوليشن بتاعتنا وبتلف وبتلف وهي بتلف وهي بتروح بتلف وشوف الشاشة الصغيرة دي اللي بتقرأ ايه النسيق مزبوط بالزبط مناسب له انهي تقريبا بالزبط هي حاجة متطورة جدا رائعة جدا بس دي النقاط مهمة جدا في الحوار وجل النقاط يمكن اول مرة تذكر والحقيقة لازم المرد يفهمها ويعرفها وطبعا الحوار مش بس في المرد الحوار للدكاترة الزومة الحوار للجونيورز الحوار للناس اللي دخل مجال جراحات السمنة وبتبدأ تساعد وتتعلم وتسمع معلومات مهمة جدا هنسمع كمان كلامك تاني عن الدباسات بس في تقريب جميل قوي لكن الحوار معك ممتع للغاية شكرا والحقيقة دايما بسعد بهذا الحوار انه بيكون خارج المألوف طباش عارف انت ناوي تتكلم عن ايه وبتختار دايما مواضيع مش تقليدية معنا ممكن نقول كلام تقليد لكن انت بتكون مواضيع غير تقليدية وراه انت على رفع مستوى الثقافة عند ناس الى درجات عالية بتعمله بحرفية شديدة جدا ودرجات فيها هدوء وفيها تاني وفيها صبر على الناس نحن بنعلم ناس بالتدريق بنرفع المستوى بالتدريق عشان يفهموا كل ما يحيد بجراحات السمنة ضيفي العزيز المبدأ دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحة السمنة والمناظر الأستاذ بكلية طب الجامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة من أستاذ في عودي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية من جلترا عدو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف أعلى تصنيف جودة دا ولي في جراحات السمنة الاس ار سي كان ضيفي في واحدة من حلقاتنا في الدكتور هنسترككم مع حوار واستمرار الحوار حول واحدة من التكنولوجيات الهمة جدا في عالم كراحات السمنة الدباسة مورطة دكتور كريم خليكم ديما مع الدكتور من تطنيف Orlando اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة